الدخلية المصرية بجد بدون مبالغة والله العظيم وبدون أي مجاملة خالص لو أنت مش حاسس حجم التطور بتاعها تبقى أنت مصمم ما تشوفش التطور على كافة الأصعيدة سيبك من التطور بس مش فيه أنه المبنى بقى شكله مختلف أو متطور لأ إصرار الدخلية مبدئيا على تقديم بعيدا بقى هنا عن الأمن خدمتها المدنية بشكل فائق بالمعنى الحرفي لكلمة فائق أنا هضرب لك مثل بسيط في الماضي القريب على رأي دكتور طه حسين وليس بالبعيد ولا بالقريب في الماضي القريب سنة 2013 سفرت الإمارات كان وقتها لسه الإخوان موجودين وكان فيه منتدى الإعلامي بتاع نادي صحافة دبي فادعيت وسفرت وكانت دي أول مرة أروح دولة الإمارات العربية المتحدة وبالقاطعة كانت أول مرة أروح دبي فكت بعد أسأل على هذه المدينة تطورها مدنيتها كيف هي مدينة حديثة إلى آخره بعدها بشوية السنة اللي بعدها رحت برضو زورت أبو ظبي وبالمناسبة زورت مدينة مصدر مدينةها برضو جميلة جدا جدا مدينة بحسية حلوة يعني تعجبك فكت دايما أقعد أسأل أصدقائي الإماراتيين اللي أنا قدرت أكون معهم صدقات هناك أو معرفة جيدة على شكل المعاملات المدنية بطلع الرخصة فقد إيه بطلع البطاقة فقد إيه بطلع شهادة الميلاد فقد إيه كل الكلام ده لأن احنا قعدنا طول عمرنا في مصر المعاملات ورقية بطيئة أكتر مما ينبغي أكتر مما ينبغي يعني كنت علشان تقول مثلا أنا طلعت شهادة ميلاد بسرعة يقول لك ده أنا رحت طلعتها في نفس اليوم يوم عشانا طلع شهادة الميلاد فما بالك بقى بقى كان بالزمان على أيام البطاقة الورق بتاعت زمان أنا لسه حافظ رقم بطاقة الورق بتاعت زمان لحد دي كانت خمس أرقام حلو وبعدين الرقم القومي اللي كان حدث وقت ما طلع لنا الرقم القومي وبرضه كان بياخد وقته يعني بتقعد وقت على ما تاخد الرقم القومي يا سلام سلم أنا برجعك هنا على الخدمات المدنية مش بس الأمن خد بالك الحكاء واللقيد العائلي أنا فاكر أيام الجيش عشان أطلع على القيد العائلي يا دين النبي لأنها لفت الكرة الأرضية النهاردة يعني أنها مثلا طلعت بطاقة بنتي الرقم القومي طلعتها لها السنة اللي فاتت قال إيه بأنه فيش يعني ده 24 ساعة بتطلع رقم القومي بروح أقدم بذبتك بتروح تقدم وبعدين تاني يوم تروح تستلم وتروح بتتصور وتستلم وسلام عليكم وتروح أدي كل القصة ومش عشان حاجة لعشان أنت بس يبقى عندك وقت تعرف تملى الورق بس يعني بتبقى لو أنا اشتريت الورق وقعدت مالته دلوقتي هنروح مسلمه دلوقتي هنتصور دلوقتي هناخد البطاقة دلوقتي يا كل القصة نعم اشترينا الورق ورجعنا البيت بس أدي كل الحكاية طب عايزة طلع شهادة ميلاد تطلعها وانت واقف يعني بتروح تسحب رقم كده لطيف من المكان إياها الحلوة دي وتروح تن 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 تروح تقف على الشباك تسلم الورقة أيوة تمام ده كده الدور تمام عايز إيه أنا عايز كذا أوكي المبلغ قدي مفيش بقى روح لشباك تسعتاشر يا وحيد انت فئنا دولنا على وحيد معلش وحيد بس بيختف صلاة الدور معلش ده وحيد داخل التوالت كده ممكن تلاقي وحيد مثلا كان راح يأكل سندويتش يعني ماشي طيب وده انت وصل لوحيد يقولك انا سنة لازم امشي عامل لك كده خلص وانت وقف على نفس الشباك تروح مقدم هب تمام كذا تدفع على نفس الشباك في نفس اللحظة هو عمليا عدها بالملي والله 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 أنا بحلب والله تسحب الورقة تقعد بالزبط دقيقة ونص دقتين تلاقيهم بينادوا على الرقم بتاعك تقف على الشباك تقريبا دقتين تانين تاخد الشهادت الميلاد وتروح يعني اربع دقائق ده مثل ازاي في حالة تطور حقيقية جزرية بتجرى في الخدمات المدنية طيب ما بالك بالضربات الامنية او استقرار الامن او الحفاظ على امن هذه البلاد داخلا ما يسمعها وزارة الداخلية انت مش حاسس ان فيه تغيير رائعة طب انا هضرب لك برضو مثل بسيط انا عايزك تجرب فيه اي معاملة عادية في الشارع الزباط الشبان اللي هم ايه بيبقوا زباط المرور الشبان لسه ملازم اول نقيب حاجات زي كده بص عليه من بعيد بيتعامل ازاي مع الناس اي حد هو لا يعرف فلان اللي في منصب ولا علان المشهور ولا ترتان اللي على قد حاله خالص هو بيق والله انا بتكلم بجد منتهى اللطف مع كل الناس ابتسامة وادب وكياسة حاجة عظمة يعني ولاد زي الفل زي الفل معاقلو دي اللوصة جداد يعني لسه حتى ما خدش خبرة في التعامل مع الناس فيها يبقى مثلا يعني يقولك الكبار خلاص الكبار بدوت صحاب خبرة وهديين وعقلين وبيتعاملوا مع المواقف دايما بالحكمة حتى الشبان الزغيرين اللي لسه متخرجين مبارح من الكلية حاجة زي الفل عشرة على عشرة طيب تعالوا بص بقى على الكفاءة ايه اللي بيحصل في البلد ما بيتمش التدخل بمنطقة السرعة فيه وحلوا